دراما حلوة دراما حلوة اللي محب الكورة في الدوري السعودي دراما حلوة قوي الحاجات اللي بتتحسن في آخر الثواني دي بتخلي الكورة حلوة اه طبعا انت لو مشجع فريق خسران بتبقى مأساة بالنسبة لك لو مشجع فريق كسبان بتبقى فرحان فرحة ما فيش زيها فالنهاردة مشجعي نادي الهلال هم اللي فرحوا الهلال النهاردة طوّج بلقب الدوري السعودي بعد منافسة كبيرة جدا مع فريق اتحاد جدّة افاهمكم الفرقتين كانوا متساويين في النقاط حتى الجولة الاخيرة النهاردة بس كان الهلال متفوق بالمواجهات المباشرة الهلال كسب النهاردة والاتحاد تعادل فاكفز الهلال بالدوري السعودي وخسر الاتحاد اللي كان عامل موسم رائع وعظيم الدوري السعودي وسط احزان شديدة جدا للعبنا الكبير لبطلنا الكبير احمد حجازي لاعب اتحاد جدّة النهاردة اللي شال هدف محقق من على خط المرمى النهاردة لصالح فريق وفريق اتحاد جدّة ولكن الهلال الكبير يفوز بلقب الدوري السعودي ومليون مبروك مفاجأة كبرة بقى في الدوري السعودي الكبرة في الدوري السعودي احنا كلنا تساعد مما شفنا كورة وحبينا كورة وعرفنا كورة عرفنا ان السعودية فيها اندية كبيرة الهلال الاتحاد النصر الاهلي الشباب واندية اخرى بس فيه اندية كده بتفضل معلقة في ودانك وانت حتى لو انت مش مشجع للسعودي او مشجع للدوري السعودي هتفضل الاندية دي شايفها اندية كبيرة طويل الوقت النهاردة المفاجأة الكبرة انا نادي اهلي جدة يهبط رسميا الى دوري الدرجة الاولى السعودي يهبط رسميا مفاجأة كبرة طبعا التعاون النهاردة يعني نجا بنفسه اللي بيلعب ليه مصطفى فتحي نجا من الهبوط ايضا النهاردة كمان الاتفاق نجا من الهبوط ولكن الاهلي اهلي جدة السعودي يهبط الى دوري الدرجة الاولى غريبة مفاجأة طبعا هي أول مرة في التاريخ تحصل للفريق مفاجأة كبيرة وضخمة جدا مليون مبروك لنادي الهلال هارد لك لنادي الاتحاد اللي بيلعب له نجمنا الكبير الكبير أحمد حجازي ما يزعلش النهاردة السور كانت تحزن جدا لأحمد حجازي مع نهاية المباراة ما يزعلش هيبقى واحد من أهم أهم اللاعبين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ومدافعي الكرة المصرية